استقبلت شعبة الرعاية الاجتماعية في المنطقة العسكرية الثالثة في منفذ الوديعة استقبلوا حجاج بيت الله الحرام من ذوي شهداء القوات المسلحة من قاسبي المنطقة وذلك بعد إتمامهم شعائر الحج في إطار المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لأسر شهداء القوات المسلحة وخلال الاستقبال عبر الحجاج عن شكرهم وامتنانهم للمنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لذوي شهداء القوات المسلحة لأداء فريضة الحج لهذا العام لافتين إلى دورها الكبير في خدمة المسلمين من جميع أنحاء العالم نشكر الملك سلمان على هذا التوفيج الحجي ومنح أسر الشهداء هذا الفرصة لأداء مناسك الحج كما نشكر رأسة هيئة الأركان العامة وفي المقابلة أنسى هنا أن أشكر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة وممثلة باللواء الركن منصور ثوابه وأشكر الرعاية وأشكر المنطقة العسكرية الثالثة بشكل عام ضباط وقيادة هو أفراد ونشكر أولا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وشعب المملكة العربية السعودية شعبا وحكومة وملكا وأميرا على ما قدموه تسهيلات الحجاج بيت الله الحرام من كافة الأغدار العربية والإسلامية كما أننا في هذا المقام أننا نشكر قياداتنا الميدانية والعسكرية في جميع القبهات سواء كان في الجيش الوطني بمدينة مأرب التاريخية الباسلة واللي هي صامدة على مدار ثمان سنوات أو في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية كل القبهات من الرازح والبغء كما أننا نحيي قايدة المنطقة العسكرية الثالثة وكل المناطق الذين سهلوا لذوي الشهداء والقرحة والمعاقين لهذه المكرمة الطيبة والتي هي أولا وأخيرا بفضل الله عز وجل بفضل الله ومنه وكرمه تم منح هؤلاء الحجيج المنحة من خادم الحرمن الشريفين قيادة قوات التحالف نسأل من الله أن يكتب أجرهم وكان هناك استقبال رائع ووفقنا الله في أداء المناسق بفضل الله سبحانه وتعالى نسأل من الله أن تكون في مزن حسناتنا ونشكر قيادة المنطقة العربية السعودية ممطلتهم بجلات الملك سلمان بعبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وكذلك نشكر قيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة بوزارة الدفاع ورئيسات الأركن العامة وقيادة المنطقة الثالثة على هذه اللفتة الكريمة التي حضوا بها أولياء الشهداء رحمهم الله نشكركم وعلى استقبالكم لنا وعلى حسن الرعاية اللي يستقبلونا في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم الملك محمد بن سلمان واصحابنا على المقيمين والبعثة ما قسروا فينا والله أوجدوا لنا كل شيء ولا نقدر نجازيهم إلا لا جاداهم أرحم الراهني أما لنا ما نقدر نستفهي لهم بحق لأنهم أراحونا في الفنازق الباهرة ونشتي منهم على العفو والمسامحة